السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من الله أن يكون الجميع بخير وشكرا للجميع اليوم إن شاء الله سوف ندر معكم الفلفل الحار أدرقته أي كيف يقولون أصدقائنا المصريين تخليل الفلفل ونقدم معكم من بعد طبق للعشاء خفيف جدا واقتصادي كذلك ترى طريقة لا تريد أن تصل على الفلفل جيد الماء بارد روبيني ثومة كمية الملح ورق موسى موسى هاد الشي اللي ندير كالي يدير حبوب الإبزار كالي يدير كذلك الزير أو الزعتر المهم بكل واحد وكيفاش يدير هاد الفلفل الحار وهو أحنا غير بغينا نرقدو هاد الفلفل الحار ونضيفو لي هالإضافات هاد الشي لاش موسى هنا عندي قرعة هاي مخصولة مزيان وبالماء طيب ماء غليان غتبقى معايا وتشوفوا كيفاش ندير الطريقة لابده ما يكون عندكم الماء طيب اي غليان كذلك غدين نقي هاده تومة وانتو ما وخد خلوها هكذا بدون تنقية راه ماشي مشكلة تعطي البنة دياله بالنسبة لهاده تخليل ديال هاده الفلفل عن ضيف ليه هنا الفلفل الحلو وكالي كيدير إضافات أخرى كي دير معاها جازر هنا هاده هوا مخصول مزيان وفيت لي وجربت بزيت الزيتون ولكن زيت الزيتون من الاحسن ما تديروش لانه باش تتاكلوه اما اللي كي بغي زيت الزيتون حار لان الفلفلار كتطلق في زيت الزيتون كي ولي حار ممكن ترقدو بي هاد الفلفل هاده هنا غادي ندخل هاد الفلفل الحارة ولفلفل الحلوه هكذا حتى منعمل القرع مزيان بهذ الطريقة ولفلفل كي يطيب بسرعة ما كيبقاش مدة طويلة مويم هنه هني تقريبا اكملت هاده غادي ناخد غادي ناخد ثوم اللي نقيت نضيفه رائعاً نضيفه في الجوانب وفي الواسطة نضيفه نضيفه ورق الغار نضيف الملح اضافة الملحة اضافة الملحة اضافة الملحة يغطي الفلفل كامل لا نضيف الزيت من الفق حيث يدير قطرات الزيت من هنا يغطي إما زيت المائدة أنا لا نضيف زيت المائدة نضيفه هذا و بالأخص لأن كل شيء معقم لا يخسر نضيفه جيدا و من بعد صافي نضيفه و نضيفه يوجد اي طيب مزيان صافي و هنا نقفله بهذا الغلاقة دياله اي سدادة دياله هنا إذا كانت سدادة مزيانة غايت تغلقوه عادي بحل كده أما إذا كانت شوية مع ريماش تقدروا تديره هذا اسميته احنا كنقولون ميكا أو البلاستيكا وهي من الأحسن تدير دائما البلاستيكا هكده باش ما يدخلش البرد أبدا لأنه عند دخل البرد لكم عارفين تقدر يتخلقو فيه هكده باكتيريا أو لاش حاجة المهم هكده دياله يسدوه دائما يسد بزيان يتقفل وتحطوه في بلاسة بعيدة عن اليدين أي واحد بالأخص الأطفال التي تهرز القرعة و لاش حاجة و هنا غادي نمر الطبق اللي يكتلكم عادي و بسيط تقدروا تطوائجين هنا درت الباصل و درت الطماطين هنا كنت تشوفوا زيت المائدة أو زيت زيتون اللي موجود لكم في المنزل لأنه في بعض الأحيان كان حيرو لأش نديرو العشاء و درت هنا البطاطيس مكعبات ها هوا ما سلقتهم صافرها طابو تقريبا البطاطيس ندير معهم جوجة روسة التومة الملحة و ورق الغار ها ها نوري لكم الان و من بعد نحيدهم و نصفعهم من الماء بالنسبة للبطاطا لا تكون كمية كثيرة لأنه هنديرو هم في طوائجين فقط و هنديرو مكونات أخرى المهم هنا ها هو الطوائجين ها هو البصل و سميت هنضيفو عليهم بس ألطة طماطم هنضيفو عليهم بزعر الفلفل الأسود الكامون وهذا و هنضيفو كذلك الكركم ها ثلاث مكونات و هنضيفو كذلك الأزبر والمدنس هنضفت هنها الفلفل الحار وهنا الزنجبيل ونحرك بزيان ونجعل هذا الشيء كام يتقلم بزيان يطيح بأن البطاطس راه طيبة إذا نجعل هذا كل شيء يطيب بزيان هنا كما قلت لكم بدرت هنا الفلفل الأخضر هو هذا شفتوا هو الفلفل الأخضر هو نفسه اللي درت معه الفلفل الحار فاش خللته معاكم من قبل في الأول سنجعل هذا الفلفل يطيب بزيان تهوى مع هاد المكونات ونسد عليه الطاجين ونجعله يطيب بزيان تصار فيها كده ونطلقا بكم لما يطيبوا هاد المكونات هاتم كبك تشوفوه هاو بدي يدخل طياب الفلفل هنه ضفت بصل الأخضر هيدك الساق دياله هاي البلدي البصل البلدي وغنضيف في الأخير هنه يا الملح وضفت كده شوية ديال المعد نوس القصبر ساقفين حاجة هكذا ما تديروا لا مال التحاجة للناس الأخرين أي ما تضيفوش ولا بقطرة ماء لأن الطماطم غادي تطلق الماء دياله هي البصل ههنا كيف قلت لكم هاو صافي البطاطس طابت هاي غنضيفه هنه يلهد المكونات راه الطاجين نبقيكم تجربو كي يجي اغزال هنه هنه غن ندير دوك المكونات كامن نمزجهم مع البطاطس لإنه باش يجي لبنه هكذا ونقاد طاجين هاكذا وهنا عادي نضيف البيض هنضيفو البيض اللي عندكم وأولا على حساب أفراد العائلة هنه هم عادي أنا درت خمسة غادي نضربهم هاكذا شوية مش ميبقوش مجموعين ها هاكذا شوي ماشيت تخلطهم زيت خلطهم لان ملكة خلطهم كي يجو مزوينينش ها ها هكذا فاقت والمح اي الأصفر للبيض كي يبقى باين ممكن هنه لما يطيب البيض كيف قد تشوف معايا نضيف اضافات هاكذا ضيفو شوية البزارة من الفوق وهو حيط البيض كي يبقى الكامون تضيفو هاكذا شوية الكامون من الفوق زيت الزيتون كذلك المهم الطاجين جاء اغزال والإنسان او المرأة بالأخص بالقليل تدير الكثير ها ما كي بكتلكم هاو الكامون نتمنى الفيديو يعجبكم دمتم فرعيت الله وإلى المتقن ان شاء الله فيديو قديم مع السلامة وشكرا للجميع اشتركوا في القناة